بسم الله الرحمن الرحيم أهل البيت وأن يبارك في الزوجين وأن يجمع بينهما في خير يقول الله عز وجل من عمل صالح من ذكر نونثى وهو مومن فلا نحيي إنه حياة طيبة ولا نجزي إنهم وأجرهم بإحسن ما كانوا يعملون فكل عاقل في هذه الحياة إلا ويعمل من أجل أن يعيش حياة طيبة وأن يعيش عيشة السعداء في هذه الحياة كل عاقل إلا ويكره الشقاء ويكره الضيق في الحياة كل ينشد الرفاهية وينشد الطمأنينة في الحياة لنفسه ولأسرته ولعائلته ولعائلته فالإنسان المقدم على الزواج والباحث على الزواج هدفه هو أن يعيش سكنا ليرتاح في الحياة وهذا هو هدف الزواج لقوله تعالى ومناياتي انخلق لكم من نفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بيناكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فهذه الحياة السعيدة والحياة المطمئنة والطيبة لا توجد إلا في طاعة الله لا توجد إلا في ذكر الله لا توجد إلا في تطبيق أمر الله لا توجد إلا في إقامة شرع الله على النفس وعلى الأسرة وعلى المجتمع لذا الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكرنا ونثى والعمل لا بد أن يكون صالحا لأن هناك إيمان وهناك العمل الصالح دائما مرتبط الإيمان مرتبط بالعمل الصالح والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكل إنسان يعمل ولكن هذا العمل يختلف منهم من يعملوا عملا سيئة ومنهم من يعملوا عملا صالحة منهم من يعملوا لدنياه الصرفة ومنهم من يعملوا للدنياه الآخرة إذن في العمل يختلف من شخص لآخر فالعمل لا يقبل إلا إذا كان وفق شرع الله عز وجل ووفق أمر الله ورسوله الإيمان هو التصديق ثم العمل بالجوارح فالله عز وجل يقول من عامل وهذا للعاقل من الإنس والجن من عامل صالحا ولم يقول الله عز وجل من عامل صالحا فلنحينه وإنما هنا ذكر الذكر والأنثى حتى لا يتوهم متوهمون أن الخطاب موجه فقط للرجال وإلا فهناك من النساء منهن أفضل من الرجال في العمل الصالح في الخوف من الله عز وجل والمؤمن يكون مؤمنا والمرأة تكون مؤمنا ولذلك الخطاب في القرآن الكريم جاء للرجل والمرأة للذكر والأنثى فهم متساويان فهما متساويا في التكليف وفي الثواب والأجري فالخطاب إذن موجه للذكر والأنثى لذا الله عز وجل يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجا والحافظات والذكر الله كثير والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجن عظيمة بل المرأة الجنة أقرب من إليها من الرجل المرأة إذا أطاعت الله عز وجل وصامت شارا وصلت وأقمت فرض الصلاة وأطاعت زوجها وحفظت فرجها فقيل لا أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت فالمسلم إذن عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل سواء كان رجل أو امرأة أن يمتثل أمر الله عز وجل إذا أرد أن يحقق الطمأنينة في الحياة وأن يحقق السعادة في الحياة ففي هذا الزمان الشقاء هو المسيطر على عقول الناس وقلوب الناس وحياة الناس الشقاء والضنك والمشاكيل والمصائب فالناس أغلب الناس يعيشون شقاء في حياتهم في عملهم في وظائفهم في تجارتهم في كل حركتهم وسكنتهم في هذا الزمن ولا تجد أحد مرتاحا من جميع النواحي لماذا لأن المجتمع يبتعد عن الله عز وجل ولما تقطع الصلة بين العبد وربيه سواء كان في فرض أو في المجتمع فتقع المشاكل والمصائب والأمراض فهذه الأوجاع والأمراض والمشاكل لم تكن في أسلافنا من قبل وإنما جاءت بسبب ذنوبنا ومعاصنا وابتعادنا عن الله عز وجل فهل بيربكم الآن يثق الإنسان في الآخر يصدقه فيما يقوله فهل الآن يرتاح الإنسان للآخر فهل الآن يعطي الإنسان الأسرار للآخر فالآن فلابد من وثائق إذا أردت أن تتعامل مع الآخر مثلا في الزواج كان السلف الصالح أباؤنا وأمهاتنا وأنتم لكم أباء وأمهاتنا اسألوا هل تزوجوا على العقد إذا كان الأم لها أكثر من ثمانين سنة أو سبعين سنة ما كانت زوجوا على العقد وما كانت زوجوا بالتثبوت وتسجيله لدى المحاكيم وكذا وبالشروط وإنما كانت الثقة بالكلمة الثقة بالكلمة الإنسان عند وعديه فالمسلم حينما يتعامل مع الآخر يتعامل بالوعدي والأهدي إذن فالإنسان حينما يبتعد عن الله عز وجل يكون الشاقة الله عز وجل يقول انتبهوا من عمل صالح من ذكر نونثى وهو مؤمن فلابد أن يكون مؤمنا من عمل صالح من ذكر نونثى وهو مؤمن فلنحي إنه حياة طيبة فلنحي إنه حياة طيبة فالإنسان حي لماذا قال الله عز وجل فلنحي إنه حياة طيبة الإنسان حي يمشي ويتحرك وينظر ويبصر ولكن الحياة الآدمية فهناك الحياة المادية وهناك الحياة الروحية النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكره ربا والذي لا يذكرك مثل الحي والميت فمن استجاب لله والرسول فهو حي ومن لم يستجب له فهو ميت وإن كان كنا نراه ويمشي ويتحرك ويبصر ويتحدث وينام ويستيقظ فإنما هو في حقيقة ميت يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم الحياة الحقيقية وهو أن تعيش مع الله أن تعيش مع الدين أن تعيش بروحك وقلبك وجوارحك مع الله وأنت في الصلاة هل الآن المسلمون الآن يصلون براحة بخشوع بطمأنينة حتى الصلاة لا يصلونها إلا إذا كانوا غير منشغلين وأغلب المسلمين الآن لا يصلون وأغلبهم الذين يصلون لا يحافظون على الصلاة الخمس وأغلب الذين يحافظون على الصلاة الخمس لا يحافظون على صلاة الفجري هذا واقع مرير نعيشه لإسلام صار اسم فقط نحن مسلمون حقا وليخرجون أحد من الإسلام ولكن الإسلام بالإسم أما بالشعائر أما بالأداء أما بالعمال أما بالمعاملات فهذا لا يوجد إلا في قلة القلة قليل 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 الذين يصلون قليل الذين يحافظون على الصلاة قليل الذين يصومون قليل الذين يزكون قليل الذين يذكرون الله قليل الذين يقرؤون القرآن قليل الذين يوفون بالأهد قليل قليل في كل قليل الذين يصدقون ويكونون صادقين أين الصدق في معاملتنا في حياتنا هذا قل في المجتمع إلا من نقول إن عاد ما إذن الله عز وجل يقول انتبهوا الحياة الطيبة إذا أرتم الحياة الطيبة لأنفسكم ولأولادكم فعودوا إلي من عمل صالح من ذكر نونثى وهو مومن عمل صالح وهو مومن فالله عز وجل يعيد عبده ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة ما هي الحياة الطيبة؟ حياة الطيبة العلماء قالوا الرزق الحلال حياة الطيبة إذا كنت تأكل المال الحلال فأنت تعيش حياة طيبة لأن بذلك تنصالح ذريتك الزوجة الصالحة حياة طيبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار فابن عباس رضي الله يقول حسنة الدنيا الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة التي تربي لك الأسرة الطيبة ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة الذرية الطيبة الله عز وجل يقول البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي يخبطه لا يخرج إلا نكيدا فالأرض الطيبة إذا غرست فيها شيئا صلح ينبت الزرع شجار كل شيء يصلح لأن الأرض طيبة أما الأرض إذا كانت خبيثة حجار صم فما تزرع فيها لا تنتفع بشيء منها لأن الأرض غير طيبة ولذلك الإنسان يكون طيبا ثم يبحث عن طيب الله عز وجل قال في صورتي النور الخبيثة والخبيثة والخبيثة والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فالطيب للطيب والطيبة للطيب وهكذا والأسرة تكون طيبة طيبة لأنها أقيمت هذه الأسرة على العمل الصالح على العمل الصالح الذي يجب أن يتصيب به كل مسلم وأن يكون عليه كل مسلم من عمل صالح من ذكرنا وإنثار وهو مؤمن فلنحي إنه حياة طيبة لأن الطيبات المال الحالة هو طيب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات إن الله طيب لا يقبلوا إلا طيبة الكلام الحسن الكلام الكلام في الإصلاح الكلام في الخير هو المطلوب كلام طيب وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى الطيب من القول قل دائما كلام طيبة بيربكم الآن نسمعوا الكلام طيب لا نسمعوا نشتاقوا الآن لا تستطيع أن تسافر مع أبيك وأمك في حافلتي أو في سيارتي أو أن تدخل السوق مع أبيك وأمك أو ابنتك لا تدخل مع ابنتك السوق ولا تسافر مع ابنتك لأن ما تسمعوا إلا كلام الفوحش كلام الفسق كلام الفجور حتى الوقاحة أدت بهم إلى أن يسبوا الله خالق الخلق خالق الكون خصوصا هؤلاء الشباب ضياع الضياع في الفكر الضياع في الإخلاق الضياع في المعاملات صغار سبع سنين ثمانة سنوات تسع سنوات ترى العجب العجاب فلماذا؟ لأن الأسرة لا تعيش الحياة الطيبة وبالتالي ينعاكس ينعاكس هذه العيشة على الأولاد على الذرية فالأب إذا كان فاسداً والعياذ بالله الأسرة بطبيعة الحل ستكون فاسدة ولكن إذا كان طيباً كان صالحاً فالأسرة ستنشأ على الصلاح ويساهم الإنسان في إصلاح المجتمع من عامل صالح من ذكر نونثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة هل المسلمون الآن يعيشون حياة طيبة؟ لا يعيشون الأمراض وكل الأمراض الاجتماعية يعيشون حياة الشقة والعياذ بالله وأنتم طارونا في الدول الإسلامية والعربية فنحن نمسنا بمعزيل عنهم ولا ببعداء عنهم ونحن أقربوا إليهم والله الزوج لا يغير الأحوال فإذا أردت أن تشخص حالة الأمة فشخص نفسك وشخص أسرتك فما يجري في الساحة العربية والإسلامية من القتل والحروب والفوضى والفتان فنحن كذلك نعيشها وإن كنا نرى أنفسنا أننا نعيش الأمان من أن نكون في حرب أو نجن الله عز وجل حفظنا الله عز وجل لكن صلى الله عليه وسلم أن يحفظنا لو تكون هناك أقل فتنة وسترون الغرائب العجائب لماذا؟ لأن الناس غير مسلاحين بالإيمان غير مسلاحين بالتقوى غير مسلاحين بالعلم لا يعرفون ما يضر وما ينفع نحن صارنا الآن نعرف إلا الماديات شهوات شبهات ما يجري في الفضائيات وفي النيت شبكة العنكبوتية وفي الهواتف ومستجدة فيها أما شرع الله عز وجل فلقد يعني محي من عقول المسلمين الآن حتى في الدراسة الذي يدرس يحفظوا إذا كان يحفظوا يعني مادة تربية الإسلام ولا الإسلام ولا الشريعة من أجل الامتحان فقط أما يمر وينجح بعد ذلك ينسى كل شيء الذي يحصننا من الانحراف والفتان والحروب هو القرآن الأمة هل تقرأوا القرآن الآن؟ يا بأونكا لا يخلبيت من حفظ الكتاب الله عز وجل والآن حي واحد قد لا تجدوا فيه حفظ الكتاب الله عز وجل أو من يحفظ القرآن الكريم أين نحن مقبلون؟ فين غاديين؟ شمن التجار اللي غادي نشدوه؟ مصيبة الآن اللي نحن مسلمين حببتوا لكرات لأن أنت مسلم وينظر إليك من قبل غيرك أنك مسلم وخا ما كتصلش أنت لما تخذ جواز سفر وتمشي مثلا شي دولة أوروبية ولا أمريكان ولا أنت ما تصلي ما تعرف القرآن ما تعرف السنة ما تعرف تشعج من الدين ولكن مجرد ما تعطيه الجواز سفر شوفك أنت مسلم مسلم ولو تجردت من جميع حتى من العقيدة فأنت مسلم مسلم إذن غيرك ينظر إليك أنك مسلم وأنت بتعت عن الإسلام لا بد أن نراجع أنفسنا لتعود إلينا الحياة الطيبة لك أن يعيشها آباؤنا آباؤنا تأملوا أي الأخوة الآن بعضهم في البوادي الآن يعيشون تجد الإنسان عنده سبعين عام ثمانين عام يعيش حياة المسطع ولكن لما تسول له كيف حالك يقولك أنا فرحان تلقيت من واحد مسكين يصلي يعرف الله يذكر الله قلت له كيف كنت تحس بالحياة ديالك قال لي والله يا السعادة اللي راني فيها أنا نظم ولا أحد في الحياة يعيش وهذه الحياة اللي راني فيها ويقسم بالله يقول لي يعني نحس قال لي ما شغل مجامع لكن نقولها لك والله قال لي أنا فرحان ما في مرض ما مريض ما في الكريدي ما عندي مشاكل ما رايش في المحاكم ما نبحثش على العمل أنا عندي واحد البليدة شوية عندي شوية هات نصلي نسمع الآذان نصلي نذكر الله عز وجل ونصلي العشاء وننعز مرتاح قبل الفجر واحد الساعة كان نوض وننتو ونصلي شركعات ونصلي الفجر ثم نقوم العمل ديالي هذي حياتي وكيحس بالسعادة بالسعادة وتلقى الإنسان عمل ملايين مش يغل الأف كان لنا تكلموا عن الأغنية الأثرية دخل خرج الحسابات وكذا والخدمة والحشام والسيارات وكذا كيف حاتك والله لرني فوحة الشقة المسكين تسهوله كيف حاتك مزيان الحمدولله الحمدولله واللي غاني تسهوله أو ديالي واشغل يقول هذي هذي السنة مشاكل هذي السنة الاقتصاد هذي السنة ما كان لابيع واشغل رح نغي وقفين هو نباس عليه والله رح نغي وقفين ورا صدعونا غي هذا يطلبوا هذا كذا وهذا كذا غيش كي أما معولدو معمرو يتلقوا على المائدة أما المساكين عندهم دبا في الدار ولا عندهم شي حاجات ولا بسكريات ولا درجات هوائية ولا وكيعيشوا الراحة فين هي الراحة تكمون أيها الإخوة أيها الأحبة في الدين والله العظيم يا شي واحد يلقى الراحة دياله إلا في الدين أبدا تلقاها من غير الدين أبدا من قال أني كنحس بالراحة في غير الدين فهو يكليب غيره صحيح لألاش لأن الراحة فين كتكون كتكون في الداخل والداخل شكون لك يحكم فيه الله ماشي أنت لك تحكم فيه بعض المرات تأمله بعض المرات الإنسان يكون جالس غيب وحده ويغضب واش ما كتبقى لكم إنسان وقع غيب وحده رهم زياد يفكر شي حاجة ثم يتغيال جو كل اللي كان يهضر يقوله سكت علي خليني نفكر مع عظامي نرتاح شوية علاش لأنه تغير ولكن لي عاش مع الله دائما فرحان بالداخل علاش لأن الله عز وجل لا خلق فينا زوج حويش هذا لا ينكر هو أحد كلنا هكذا حبيت ولا كبت أنت مخلوق بهذا مخلوق ببطين طراب رفيك الطراب فيك الحجر وجميع الأنوان تعطر فيك الذهب فيك الفضة فيك الزنك فيك الحديد فيك الصم أنه بسعى سمي يقول الناس معادل كي اللي يذهب ما تشبعش منه كي اللي يفضة كي اللي ينحاس كي اللي يحديد كي اللي يحجر صم وإن من الأحجارات لما يتفجروا مننا وإن منها لما يشققوا فيها يخرجوا منها وإن منها لما يهبيتوا من خشيات الله أما بعض الناس فيكونوا أشد قسوة من الحجرة كما قال الله أزوج الله أو أشد قسوة فهذا الإنسان تخلق من المادة وهذا المادة مش يغيب وحدها خلق الله أزوج الله في الإنسان وحد النوع آخر وهو المهم وهو الروح ونفخت فيه من روحي لو كان فينا غير مادة نبقى خReporter مدين ما يتحركش الإنسان لا يتكلم الإنسان ما يتنفسش الإنسان ولكن الله نفخ فينا من روحه هذا الروح اللي كانتحركوا بيها كنشوفوا بيها كانفكروا بيها كانتذكروا بيها كانتحفظوا بيها كانتعاملوا بيها هذه الروح مجرد ما تخرج هذا الروح من هذا الجسد من الجسد ما تبقى لكش القيمة الجسد لا قيمة لك انت ما شاء الله لإنسان المجال لهذه المناسبة لبس مزيان وكذا ولم يمشي شي مناسبة لبس مزيان ويعدل يدير العطر وكذا يتلقى مع الأصدقاء دياله يسلمون عليه ويرحبون به وقد يعجبون به ما شاء الله كذا شخصية يوامني انت خرج عمي من الروح هذا الروح من يتخرج قل شي واحد يسلم عليك ولا يجلس معك ها واقرب الناس إليك انت مزوج ما زيان واذا كل ليلة واش زوجة تبت معك وتنأس معك ها ولا هي ولا هي متت واش تنأس معها في فراش واحد تخوف ويخوف والله واحد ما يقرب ليك حتى أولادك أعز الناس إليك يبلع عليك الباب يغلق عليك الباب تيك الليلة تبت بواحدك كنت معزوز ومكرم باش بذيك الروح اللي فيك ذيك الروح مجرد ما خرجت هذا الروح صافي ما بقتلك قيمة إلا القيمة الشرعية اللي غادي يتغسل الإنسان وكذا وهكذا أيها الأخوة إذن باش تبقى مكرم بالدين نشدوا في الدين تمسكوا بالدين نكونوا مع الله عز وجل نعيشوا مع الله تبارك وتعالى باش يصلحنا الله عز وجل ويصلح الذورية ديالنا لأن الخير بعض المرات فيك توقع المشاكل بسبب الماديات أغلب المشاكل كتكون الماديات ولكن لك أنتقوا الله عز وجل لنخافوا الله تبارك وتعالى والله ما يخصنا خير والدليل على ذلك واش أسبق لكم شفتوا هذا الخير اللي ينزل هذا العام واللي يكين هذا العام من المتفوت الخير الأنوار الظهور والنبات والزروع والخيرات شكل يعطاه نحن أطلبنا أعطانا لا 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 الله إلا أبغى يغير الحال يغير الحال يواب حال أنت يغيرك الحال من فقر إلى غينة